طبعا هو استحق الفوز عن جدارة 90 دقيقة داية زي ما انت قلت الاهل اللام يستحق لم يقدم الشيء نقدر نقول نزعل على الاهل ما فس بالبطولة حاجات كتيرة جدا في الملعب افتخذها النادي الاهلي نمرة واحد الروح القتالية بتاعت النادي الاهلي مش موجودة ممكن بدأنا اه بدأنا البداية كانت جيدة البداية نوعا ما ولكن الشراسة في الوقت انت محتاج فيه تبقى فيه شرس اللي انت تبقى متواجد بشكل قوي في النهائي بعد الهدف الاول بدأت الشروط التاني لا الاهلي افتخذ من حاجات كتيرة جدا النهاردة ما عندكش صنع لها بالنهاردة مستر كارترون خانوا برضو التغيات ما جاتش في صالحه اللي اتعملت في الملعب حاجات كتيرة جدا في الملعب يعني الاهلي مفيش خطورة خالص الاهلي بدأ لعب الكرة الطويلة من بدري جدا يعني مش طريقة النادي الاهلي الوقت اللي انت لزي بهادي فيه انت الاخر وقت في المباراة انت محتاج تجيب هدف يعني حتى ونتيجة ثلاثة انت محتاج هدف انت جالك الهنار بعد الهدف التاني والهدف التاني جاي في الديها كام جاي في الديها 54 54 ده واضح لا انت يعني انت مش مستعد كويس زهنيا للإصارة اللي كانت موجود قبل المباراة استرطت على العب في شكل كبير جدا واضح على اكتر ملايب في الملعب مش قادر يوف على رجليه ماي سببها يعني تحس ان في حالة من الإجهاد من التعب من الإرهاق يعني تآخر مباراة العبتها يوم الجمع اللي فاتت برضو انا مش عايز ادخلها في الاهراق خالص انا دخلها في الضغط بتاع المباراة نفسه التهيئة او اللياقة الزهنية بتاعتك انت مش جاهز للمباراة او انت اخدت المباراة يعني بضغط اكبر ضغط عصبي انت نازم متوتر كمان من اول ما اجي الهدف اللي جيه توقيته صعب جدا في الديها اه طبعا توقيته في الاخر في الوقت الضغط مشروط الاولاني ده صعب جدا صعب جدا بدل تخرج متعادل ان انت خارج واحد صفر واحد صفر هو خلاص ركب المباراة هذا السخة التفوق طبعا غير عادل للمهاجمين بتوع الترجي يعني البيالي انيس البدري طاها بالمخرج سعد بقير طبعا نجم اللقاء طبعا في الهدفين اخطاء دفعية كارثية كارثية انا شرحنا سعدة كارثية اه بتحرك تحت رأس الحربة يعني هو بتاع الديفيندر اي من الديفيندر السولية حسام عشور هو الوقفات انت في عاجها تسيئة جدا انا قلت لك هو بيلعب على كورة يوصل بها اخطاء لك قبل السوديو هيوصل بكورة بس على الطرف من اطراف وشوف الزيادة العادية ده اخذت 18 عملا ازاي دي كانت فجون التاني تحديد التمركز بتاعنا كان سيء حتى فجون الاولاني برضو اللي جاي من الخلف هو اللي جاب الجون الكورة التانية جون التاني برضو نفس الكلام طبعا جون التالت الهجمة المرتدة كان طبيعيا جدا انت فتحت ولكن انت افتخطت حاجات كتيرة جدا افتخطت صانع اللعب في التوقيت اللي انت محتاجت نمسك كورة انت خرقت يعني وليد سليمان بيلاعب يعني اقولك انا شايف المنظر المباراة من البداية نلاعب 4-4-2 ولد طول الوقت جنب مروان 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 مش في نص الملعب مش هو اللي صانع اللعب اللي كان بيقف واضح اللي هو موجهد كمان موجهد بشكل غير عادي وليد مش في حالته خالص فبقنا فيه فراغ في نص الملعب مش قادرين حتى نمسك كورة نفس اللي حصل في المباراة الاولى احنا معرفناش نطلع بالكورة بتجد نشتغل على الكورة الطويلة بتجد تلات اهداف بتلات كورة بدربتين جزاء منهم وكورة الخطط يعني نفس انت مكمل اداء نفسه مكمله في المباراة التانية مش قادر تبني صح من التحت مش قادر يبع عندك صانع اللعب اللي اشتغل قلنا دور مروان مهم جدا في القتال في الملعب اشتغل ازاي الاطراف شغلهم كان ازاي لا الاهل ما استحقش النهاردة الفوز اللي استحق الفوز التراجي بجدارة رجولة في الملعب ناس بتحارب في الملعب باعيز تاخد الكاس شبت الحشيش طبعا انا مش اقول هارد لك لنادي الاهلي لانه مستحقش النهاردة فاي حاجة فالس يعني بقول مبروك طبعا النادي التراجي وبقول النادي التراجي ادري شاتت النادي الاهلي وشاتت في عيبة النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي غاب عنه حاجات كتير قوي اهم حاجة اللي احنا قلناها هي الحماس والكفاح والقتال في الملعب بس ده مكانش موجود وخصوصا في المتشات المؤسرة او المباراة المؤسرة او الحاسمة او الفاصلة يعني دائما هتلاقي مهما كانت يعني انت مثلا حتى في كرة ايد ان رامو رامو الظلم التحكيمي اللي كان فج جدا جدا وعادي تشوف الاتحاد الافريك كمان بموضوع حشان محمد ده قبره ايه يعني هاي هيمر كده عادي اتحاد افريكا ولا هتكتاموا ولا ايه صحيح لكن حتى في ايد ان رامو كان فيه يعني عصبية جديدة قوي لكن كان فيه حماس كتير قوي والاهلي بيلعب عشرة مديها واحد وعشرين ولا اثنين وعشرين النهاردة لقيت الحماس ده سايب ملقيتش حماس النهاردة غاب الحماس خالص وترابط تحسش ان كمان فيه قائل محدش بتكلم خطوط كل واحد بيلعب لوحده غلطات بقى على المستوى الفردي والجماعي بالجملة بقى ممكن يعني تكتب مجلب في الموضوع دوت الغريبة ان فيه لعيبة كمان اساسيات مش موجودة احنا قلنا لو فيه بعض الاجهاد من اي حد وقفتك في الملعب التمركز بتاعك وقفتك الصح بتفرق معك كتير الناس وقفة غلط خالص حتى البودل اللي نزله المفروض نزله مرتاحين مش قادرين لعيب مش عارف يلعب قود لعيب مش عارف يلعب قود يعني هقولك ايه عن الفرق طبعا مفيش نص ملعب واساس اي فرق نص الملعب مفيش اي نقلتين حتى على بعض مش هنتكلم بقى على تدوير واستحواز لان ده كان غايب تماما مفيش نقلتين على بعض لان مفيش اي حد في الملعب يقدر ان هو يمسك الكورة وينقل وياخد وينقل وين متفرغين للدفاع يعني اعزا اقولك حاجة ياريتك نزلت لعبتي بطريقة دفاعية بحتة كنا ممكن نبره كابتن حشويش كابتن مسامة كابتن حمده انا مستغرب جدا مع اختلاف او مع حقية اللي بتقولوه وانا بابصم عليه لكن لحد دي اربعين الاهلي كان احسن على فكرة سيبك ان ان انت مفيش خطور على المرمى بس متماسك الاهلي كان فيه تماسك بدليل لحد دي اربعين انت معندكش فعالية هجومية وهو معندوش فعالية هجومية على فكرة يعني التراجي ما كانش عنده اي فعالية هجومية اقولك ليه هذا في اول الاربعين دي خالص لحد ما جاب ساعد بجير الهدف الاول وبعد كده بقى الثقة يعني انفتحش مع انك انت كان عندك الافضلية برضو حتى بواحد سفر كانت عندك الافضلية كانت ساعد البداية العشرة دي ربع ساعة تلت ساعة الاولانية كانت الاهلي كويس كانت الاهلي والاهلي بدأ وحاول وتحرك شوية على يمين صحيح ما فيش حاجة بين التلات خشبات بس فيه يعني تشم ريحة هجوم وتشم ريحة خطورة احنا قلنا قبل المطش ان الفايصل في المطش ده هو الجوم الهدف الهدف سواء للنادي الاهلي او للتراجي التراجي كان نزل خايف من النادي الاهلي وخايف من قوة النادي الاهلي وخايف من الهدف اللي هيجي فيه لان الهدف اللي كان جيه مرمع هيقتل المطش تماماً نقطة التحول من اول الهدف اللي جيه الاسف في الديئة 46 يعني احنا مقدرناش نحافظ حتى باية الشوط الاولاني الشوط التاني انت بدأت كان لازم الجهاز الفني يبتدي غير الاستراتيجية لان احنا قلنا قبل المطش ان ظروف المطش ونتيجة المطش هي يعني هتفرض اسلوب اللعب انت نزلت في الشوط التاني مستسلم نزلت في الشوط التاني كمان ما بدرتش بالهجوم طب البداية يا أسامة البداية يعني يمكن احنا ساعات بتقول حاجة وقناعتك حاجة تاني يعني احنا شايفين ان فيه مساحاتها تبقى موجودة وفيه بطء في السردبكين هل من الافضل هل من الافضل ان انا نلعب بالناس اللي ممكن تعمل لي ضغط وتعمل الارتباك لخط دفاع التراجل التونسي واخر تلت الساعة زي ما الرجل المعين الشعباني ده عمل ده تغييراته بعد الهدف التاني ده ساحب كل الناس اللي قده صحب البلايلي ده ساحب البلايلي وده ساحب البلايلي نفسه اللي هو بس تعور ده التعويره وده التعويره بس اوصد ان هو يعني خلاص هو عايز يحافظ في اخر 10 و 12 رضيه انت هل من الافضل كنا نبدأ بصلاح محسن؟ سبك ان الصلاح حتى لما نزل ما كنتشفيه عليها جامد اوي يعني وعني عن تحافظ في ده ان هو لعب رقم 10 يعني لعبه تحت وفي توقيت صعب اوي كما برضو يعني برضو لازم تشوف انت انت مين اللي ممكن يوصله كمان في الملعب ايه ايه دي اهم نقطة مين اللي ممكن يوصله مين اللي يوصل في الملعب مين اللي يربط الفرق بس مكنش عندكش ربط انت معاولة بتقعد تشتغل من بادري اوي نص ساعة تشتغل كرة طويلة حماد انت في الاخر احنا عارفين الناد الان بتاع التوقيتات الاخيرة النهاردة انت كنت كنت فقد الامل في الحتة دي لان انت ما عندكش اي خطورة على الملعب ما بتوصلش اساس كرة متدفاع بتطلع بتتشتت على الاطراف وعلى الجنب وبتتقطع مفيش كورتين يتنقله في نص الملعب عشان تقدر تعمل هجم خطر وتقول ان في بادرة امل انك ممكن تحرز الهدف اللي كان هيبقى مثابت يعني تحول غير عادل لغاية الهدف التالت كان ممكن لو جبنا جون انت بتدخل في المباراة تهاني انما انت ما عندكش حتى بادرة امل انك تعمل الكلام ده انه ما عندكش خطوط ما عندكش نص ملعب ما عندكش حد رابط الكلام ده كله سري ده بكات بتلعب كورة طويلة على الجنب او في ده شفت الكورة الجون الاخير التالت ده حاجة تدحك يا حتى يعني واحد بلعب كورة بالعرض الراجل بيخدها و بيروح يجيب جون يعني مش مع حتى عمل استحالة وانت مغلوم اتنين ده اختار حتى الحل الاصعب الاصعب ده اشتغل الواحده ده اشتغل الواحده في الاخر الفكرة كابسايد الفكرة مش في الخصارة احنا ياما خسرنا بطولات وكنا كويسين والجماهير كانت تطلع تحتارمنا برغم انك انت خسران بطولة كانت الناس بتسقفنا لكن النهاردة الاهلي مقدمش اللي يستحقوا ان يفوز عليه الموراة النهائية يعني احنا في مشوار بطولة كامل ياما اللعبة فراحتنا وقدت موراة قوية لكن دايما الموراة النهائية تبعايزها اللعبة القوية النهاردة النادي الاهلي ما كانش عنده القوة في الاداء كانش عنده القوة في الاتحامات ما قدمش حتى النهاردة على مدار تسعين ديئة ما شفناش اي انياب هجومية ولا خطورة هجومية من كل الناس اللي كانت موجودة النهاردة وليد سليمان كان ممسوك في بعض الكروات كان عليه رقابة كان فيه عليه قوة في الاتحامات تغيبت خطورة النادي الاهلي غياب وليد ازارو غياب وليد ازارو بالايقاف ده انما يعني وكلت واحمد فتح روحه احمد فتح روحه ينل روحه للناس كلها طبعا الوقت اللي انت كنت محتاج فيه اللاعبة دي يعني انت دايما في السبق او في النهايات لازم عندك كل القوة الضربة بتاعتك ويع منك علي معلول اجايف الاول بدأت في احمد فتحي دخلت في في وليد ازارو لا يعني اربعة اكبر فزارتين في الخريب العاجل فتحي وازارو طبعا طبعا لا انا قلم على قبل كده كمان تعلم على اشهر وعلي معلول يعني النهاردة للأقول لك احنا المطش الولاني كان ازارو موجود وحركة عملها تخذ وقف في المتحاد الأفريق اهم احمد فتحي كان نازم في تخوف منه فما كانش لعب صحب الزبط كان لازم يأخذ الستارت يعني أنا قلت كان ده قبل كده مش دلوقت عشان صحيح يرايح دي والعب بالزبط الترامى عندي شكل لا أنا محتاج في المطش النهائي في الأهم الخوة بتاعت يحمل تفحي روح اقتلالة عنده صحيح الخطورة كلها المعبودة عندهم البلائي هو اللي باهم كل حاجة اللي هي نحت النهاردة بنت برضو يعني كان عندنا مشاكل في نص الملعب مش قادرين ننقل تلاتة أربعة نقالات على بعض أول من نقلتين تلاقي نقلت تلاتة مقطوع قدام ما فيش أي خطورة على موازم بنشرفية الكرة الوحيدة اللي جات لموازم بنشرفية اللي طلع إضرابها عملها غلط صرفها غلط جدا كرة كمان يعني ما فيهاش خطورة ما فيش أي أنياب حتى الأطراف النهاردة يعني النهاردة الأطراف ما فيش حتى شغل خالص يعني كل سواء كان محمد هاني أو أي من أشرف وفرق من بعيد على استحق فما كانش عندك أي خطورة محتاجين بقى الفترة الجاية لازم يعني عادة تصحيح الأوضاع مرة تانية نادل أهلي يعني إحنا شوفنا خلال الفترة الفاتت أكيد محتاج تدعيم في مراكز في مراكز واضح جدا أنك إنت محتاج فيها تدعيم محتاج فيها لعبة كويسة النهاردة برضو محتاج عشان تكسب بطولة أفريقيا لازم بيعندك دكة قوية جدا النهاردة إنك تقدر تستعين بلعيبة على الدكة برة تنزل تغير لك في أي وقت ده برضو النهاردة المدلاء اللي نزلوا ما كانوش برضو النهاردة يعني على ما قدموش الحاجات اللي إحنا ممكن يعني يعني تخلي الناد الأهلي يكسب النهاردة فطبعا الأهلي يعني ما قدمش مبارك فرة لفرة الترجي قدموا براءة كبيرة عرفوا يكسبوا الناد الأهلي في ملعبهم كان فيه شحن طبعا من الناس كلها وتكاتف كل من الدولة التونسية بداية من رئيس الوزراء بداية من وزير الشباب والرياضة من الضغط اللي اتعامل خلال الأيام اللي فاتت على التحاد الأفريقي عشان ما قوية الترجي يعني الهدف المطولة ما طلعش من تونس في كل الأجواء اللي حصل لكن النهاردة يعني عشان نبقى برضو منصفين الأهلي ما قدمش يعني أي حاجة يستحقوا بقى الفوز في المورة النهائية أنا عايز أقول لك كمان سيد يعني أنا أنا بفكر إن فيلة الترجي نفسها ما كانتش متخيلة سهولة المطش بتاع النهاردة انت غاب عنك أهم عنصر أو أهم سلاح عندك والضغط اللي كان بيحصل من العبة الناد الأهلي ما فيش ضغط في أي حتة في الملعب حمادة يعني ما فيش أي ضغط الناس بتستلم حتى المساكين الرجل بينزل شوية ياخد الخطوطين يستلم ويلفي ولعب الناس انت كمان مش ضغط عليه ما فيش أي ضغط في أي حتة في الملعب ودي كمان أنا معرفش ليه بقى هل الضغط ده نتيجة للإجهاد بس حتى لو أنت مجهد يا محمد ما ينفعش أنا أنا على التسعين ديئة ما عملش أي زعاج للبدفعين خالص ما يجلش ولا كورة طول التسعين ديئة يعني يعني بداية تحفظية كويسة تمام لكن ما فيش خطورة على المرمى ما فيش خالص وعكدا الموضوع التاني أنت كان عندك يعني أنا بكانب كان مدرب عندك نصف ساعة تقدر تحل مشكلة عندك مشكلة أنت مغلوبة تنصف فضل نصف ساعة صحيح الحلول كانت كانت صعبة جدا لأنا حل بالكورة طويلة طلع سليف كلبالي قدام مع رأسطة الحربة وبتلد أشعل الكور ودير في صالحهم الزبط فبرضو أخطاء كتيرة يعني كله غير موفق النهاردة لعيبة وجاسة غير موفق مطش يمكن تسهل الحكم يعني صعبة تقول مطش للنسيان يعني في المطشات النهائية ما نفعش تقول مطش للنسيان يعني أنا همشي معاكو برضو كده يعني إيه كلنا لعيبة كور يعني أنا الأول بدرس الفرقة اللي قدامي أوكي فبدرس الفرقة اللي قدامي فالفرقة اللي قدامي يا كابتن حمادة هي أساسا يعني وقف الخط ده كده وعندها بطء شديد جدا وأنا عندي فرقة التكملة الهجومية قليلة ضعيفة يعني تكملة ميدو جابر وإسلام محارب ووليد سليمان النهاردة طبعا هو عامل موسم لحد الوقت رائع جدا أنا كنت أتكلم على النهاردة مش بالشراصة اللي بتكمل مع مروان محسن فإذا الفعالية الهجومية هتبقى نقص عدد دفاعي خالص أو عدد من المهاجمين فأنت هتتكلم على مروان محسن كل مرة هينط أو هيعمل أو هيستلم هيحاول ياخد فاول لأن التكملة عنده قليلة عكس وليد أزارو أو شخصية عشان كيف يكون تناميل إن صلاح محسن هو اللي يبدأ كسرعات كسرعات ليه ياخد فضهر الناس تعابل ما هو يروح ويجري وفي المساحات هتكون أنت بدأت تطلع فتنقل ضغطك اللي عليك في نص ملعبك في نص الملعب التالي أوه بزي ما قلت لك أبن الماضي هو مش كل حاجة بتترد عليك فمستر كبسر حسابها إن هو عايز محطة واحد يلعب بكوة ويلعب كسرعات ويلعب 30 ديئة وضح كمان عليه التوتر أو برضه الجماهير والخوف وكلام دا كل أو مرض حذب موقف موقف جماهير ونهاي أفريكا فكان عليه ضغطات كبيرة يمكن لو كان مبتدى يمكن لو كان مبتدى كمان مبتدى ترجل أنه يلعب بلعب بلعب 2 صنع لاب مش واحد مش واحد بس يعني كان يوقف قلوبالي حتى قلوبالي بيزيد الثلاثة وتنصف ملعب كانوا بيعملوا تكملها غير عادية قدام شعلاني وسعد بخير اللي الاثنين على طول فتحت راس الحرب طاها ياسين فعندهم زيادة احنا بنتكلم يعني انا النهاردة عندي سعد بخير هي مش عافية يعني العملية مش هو هنزل اربعة اثنين تلاتة واحد هنزل اربعة اثنين انا متقدم وعند افضلية بهدفين تمام ايه المشكلة من ملعب اربعة تلاتة تلاتة وخلي واحد تحت سعد بخير ده هي Anthrop انا عندي داخل المباراة باحصن افضلية انا بواجه الترجع التونسي اطلاق الحق نضاف مملوك الناردة فاخير فيما يخص هشام محمد احنا مش عارفين اللي حصل هناك ايه الناس اللي موجودة بقى هتقل تقرير هتعمل تقرير للمرائب تعمل تقرير لالتحاد الافريقي والتحاد الافريقي يفتمعوا على الحاجة لكننا بتكلم مبروك للترجي مرة تانية وتالتة البطولة التالتة بالنسبة لي وجاية في المعاوية بالنسبة لي لكن الترجي عنده مشاكل كتير جدا كابتر حماد الترجي هو بقبل النهاردة الاهلي الشراسة اللي احنا بنتكلم عليها برضو ما كانتش موجودة اوي يعني مش موجودة اوي غير بعد الهدف غير اما المساحات بدأت نقطة تحول فوز الترج على اول اغسطس الراجل سعد بخير في التغيير اللي تتعامل لما نزل في حتى هم ما كلموا بقى انت جذفت وعملت وصيبت نص المرعب قال لك ما انا ما لازم اكسب الراجل ده كان نقطة التحول في الفوز على اول اغسطس الراجل اللي بيكمل من تحت ده هو عنده كمان الشعلاني كمان بيلعب في المكان ده فلعب اتنين تحت رأس الحربة هو ده اللي عمله النهاردة يمكن هو عمل توازن فبداية في الشروط الاولاني ما قدرش يفتح معك الجيم كان متحفز شوية بس هو كان الاستحواز دي اكتر واحصر في الشروط الاولاني انت حتى قلت ايه ما فيش خطورة منهم ده هو الراجل يعني بجاءت عمل سيناريو كويس لنبوراه يعني ابتدا اكتر حاجة وجعاني انا كسيد يعني ان انا مش مسألة خسرت الاقب اكتر حاجة وجعاني ان انا مشفتش الاهلي هو اهل مش الاهلي مش الاهلي مش الاهلي صحيح يعني الاهلي بكل ما فيه من نواقص عددية او غيابات او اصابات او اي امكان كان فيه حاجة قتالية يعني كان فيه روح قتالية تظل الرؤية نمر واحد فيه شيء من الرغبة والحماس مع عدم التوفيق مع عدم الامكانيات والقدرات يعني ممكن يبقى عندك مهارات قليلة عندك امكانيات ضعيفة عندك الناس ممكن تبقى يعني اه مش موجودة في الملعب بمستواها اه كرة باش باش معاك بيقولك لكن فيه حماس اجي اجي اشتراكات اضغط فيه سرعة فيه اداء فيه روح فيه قتال فيه تصميم انت بييجي الجنل التاني عندك والحياة عادية بسيطة خالص يعني اكتر ما ويعني انا حسس انه ده بسي عازي قولك الهاجب سيد هو المبارة دي مش نتاج الفترة اللي فات دي كلها احنا قلنا لا اللي بيكسب وهو وحش لا اللي بيكسب وهو وحش فيه فيه حاجة الاصابات اللي موجودة كتير البدلاء اللي هم مش جاهزين بس فيه روح يا كتر حمادة يعني معلش حتى في مبارات الترجي اللي فاتت دي رغم الفعلية الهجومية اللي هي كانت موجودة يوم الجمعة اللي فاتت بس فيه روح يعني فيه ناس بتجري فيه ناس بتخبط فيه ناس ب من اللي تعور دماغه كهت مفتوحة وليد سليمان تقريبا وليد سليمان يعني ومصمم ينزل وكده وليد طبعا يعني عام الموسم زي بأكد يعني لكن النهاردة طبعا في غياب وليد أزارو وعدم مستوى وليد سليمان الفرقة فعالية الهجومية نهاردة وقعت وقعت بشكل كبير كتر حمادة برضو ميدو جابر نعيب كويس جدا طبعا لكن بدأ في التشكيلة الرئاسية بداية الموسم مع مصر كان تلون وكان بيقدر بشكل كويس بس بقعت فترة طويلة للإصابة فعوضوته النهاردة لسه شوية طبعا أثر بشكل كبير جدا على الفعالية الهجومية عند الندر الآن وليد سليمان إجهاده وكراس حربة تالية للنهاردة ما بلعبش في وسط الملعب ما أثر بشكل كبير في وسط الملعب فصر موضوع البودلة إن البديل اللي نازل ده مش جاهز مش جاهز ليه مش جاهز هاني هاني النهاردة برضو مش جاهز ندفل يعني طبعا أنت عندك أوراق المفروض بتنزل في توقيت إنك تزود يعني حتى ما نبص على المقاعدة البودلاء النهاردة ما تحسش حد ممكن ننزل يصنع لك خالص يعني زي ما مكنت تلايل لو أي حد نزل ما كان حشيش يبقى كويس طبعا هيصنع لك فرق نهاردة ما تبص ما تقول قدامك صلاح محسن بس يعملك الحتة قلتش الفعالية خالص حمودي ممكن هو يعملك يعني جزء عشان حمودي رجليه في الملعب مفيش برضو يعني هو اللي بيلعب في المحشات كلها وكان يمكن هو كان الراجل بفكر على مين بيدفع أحسن تمام ده كان اختياراته أكيد للأطراف طب إيه اللي جاي خلاص اللي جاي خلاص صفحة وانتهت طبعا هنفضل المتذكرين اللي هيات ما بتتنسيش يعني إنما النادي الأهلي واضح إنه هو عايز التدعيم في يناير في مختلف الخطوط وتدعيم بالعيبة على مستوى عالي لأن انت ما تنساش إن انت عندك دوري وكياس وبطولة عربية وفرقة فانت يعني وفرقة يعني خلاص بعد شهر جاي فانت هتلعب مع يا بطل جيبوتي يا بطل الأسيوب وبعدين البطولة الافريقية اللي جاية انت مش عايز تسيبها برضو للظروف زي السنادي انت بادئ آه يعني إنما انت قبل كده بتقول الفرقة النادي لأهلي دي أو الجيل ده أو الشكل ده لأ ان شاء الله ياخد البطولة إنما أنا عايز أقول لك حاجة سيد وإحنا عشان يعني إحنا كلنا من جوانا من مبارح إحنا كلنا خايفين من وردي وحسين يعني عشان بس الناس برد تبع عارف آه طبعا يعني كلنا الآنين غير غير أي مرة أو قبل كده في السين الفاتفة انت رايح وبنتيجة أسوأ من دي مئة مرة ورايح هناك ولأ هنكسب حالتك يعني حالتك يعني المرة دي أنت المرة دي أنت تلاتة واحد ورايح لا خايف فأه ناكل أولك أولك حاجة بس فضل لازم يكفي تقيم ووقعي للفترة الفاتفة صح علش تقيم في كل حاجة آه تقيم أي فشل بي موجود والفشل مش أقول تخسرت ما وراه أنت أذائك في حاجة في مشكلة لازم يكفي تقيم من الوقعي من المدرب أو الناس المسؤولة عن التيم أنت عندك نواقص كتيرة موجودة في التيم عندك حدث فيها أمار سنية كبيرة عندك أماكن مهمة جدا حيوية أنت ما بتلعبش عشان بطولة محلية بتلعبش عشان تبقى متواجد لا أنت بتلعب على بطولة أفريقية بتلعب على بطولة عربية يعني بتلعب على رخب صح الحاجات دي كلها النادي الأهلي طبعا يقيم القصة دي فلازم يحصل تقييم الفتر الفاتي في النواقص الموجودة داخل التيم الحملة التدريبة معلش أنا حد أقلم لا لا في لازم أوصل على الحملة التدريبة كويس الإصابات العضلية سيد كتيرة فيها مشكلة ومش عيب لما رجع أنا كمدرب بتحصل معي بتحصل معي بتحصل معي مدربة سيد أي مدرب بتحصل عنده حاجة فلازم يوقف يعالج المشكلة اللي عنده في حاجة وفيها مشاكل لا والمشاكل الواضحة والدنة كلها مش هدر في السنة اللي فاتت بصة كابتين بصة تبتلعب كورة في السنة اللي فاتت ما برشولنا خسرت من روما ثلاثة ولا مزبوط كده وخرجت وهي أحسن فرقة في العالم يعني هي تبتلع عادي عادي جدا بتشتغل بتشتغل كور يعني بتشتغل كور لكن أنا بقولك على حاجة ألماني جدا ألماني صبات إقافات من وليد أزارو مش موجود وليد سليمان مش في حالته أجائيه متعور أنا بتكلم على الإسرار العظيمة والروح والقتل والتصميم والرحل تلاتة واحد تلاتة واحد انت كذبان تلاتة واحد يعني يعني تتغلب أو تخسر لما تخسر مشكلة مشكلة طبعا لازم أبحث صورها إيه سببها خاصة كان في وقت لها سبب يعني كان في وقت يعني مش أقول مثلا التراجي جاب الهدف الثاني مثلا في آخر خمس زلاد انت عاقن عندك تلاتة طول التسعين دقيقة بتلعب على هدف واحد وانت تلاتة صفر فضلك يعني وقت تلعب على هدف واحد طبعا اثنين صفر في الدقيقة اثنين وخمسين بتلعب على تجيب هدف صحيح تنظيم معين يعني فيها تدخل لكن في مشكلة تبتول عليها دي لازم مش عارف أجيب هدف في فرقة بتقاتل في الملعب طبعا لما كنتش أنا بتقاتل زيها مش عارف أجيب هدف فلازم أشوف ايه سبب عدم الروح القتالية هل تأجهاد من اللعبة ما تهيوش خواس المورا خافوا من الشكل التلاتة اربعة العناصر الجديدة ما قدرتش توقف في الملعب الناس يتخبروا ما قدرتش تنقل للعبادية ازاي بقى وقفين في موقف زي دوت الثانية مش هتوقف الحياة تستمر لكن انت محتاج يعني تراجع بقى لأوراق تاني بداية بقى تبدأ تفتح ملفات كتير محتاج تفتحها سواء في حراس في المرمى سواء في الإصابات اللي بتقعد فترات طويلة ممكن ترجع متكررة وتكون محتاجها في أوقات مهمة وبتقعد ممكن بالشهرين والتلاتة معانا لسواء ممكن تقعد تلات أسابيع واللعيب يرجع فممكن تقعد في شهر وشهر ونصف في إصابة وانت محتاج لعيب محتاج يعني مرفات كتير تفتح محتاج عشان تكسب بطولة محتاج يبقى عندك دكة قوية على قدر الناس الموجودة في الملعب تمام مدلاء دي مهم جدا انك انت بتلعب في كذا بطولة فعندك مشوار طويل مش هتعتمد على 11 دايما بنقول اللي عايز يكسب بطولة دايما عنده على قل 18 لعيب كلهم على مستوى واحد يعني السنة دي كان في يعني لعيبة مهمة بتوع منك في تفاوت في لعيبة مهمة بتوع منك بتأثر وضح غياب أزارو وضح غياب علي معلول فرق كبير جدا رغم نايمان أشرف لكن كان علي معلول لو النهاردة فيه 60 دقيقة هتلاقي علي معلول عمل جبهة نحن الشبال يعني هناك نواحي وبمية عالية يعني أحمد فتحي هو اللي أنا بقولك اللي بقولك ده سواء أحمد فتحي ولا وليد أزارو ولا علي معلول للعنصر اللي هو بيبقى في ظهر المدافعين فبينقل الناس أو بيدي لك مساحة من الزمن تنقل الناس من حالة دفعية لحالة هجومية دي مهم جدا لكن لما لعب بقى بواحد يا سامة لما لعب بواحد منها نهاردة كتن حمد أستاذنا ومدرب جامل جدا وكابتن حشيش يعني راجل خبراته جامل جدا في الكرة وانت وانا أنا لما لعب على فرق يا كابتن حشيش يعني ولعب معها لعيب محطة لازم اللي جايين دول يكونوا انطلقات طلقات من تحت طلقات جدا طلقات جدا ليه لإنه عشان يبقى فيه عدد قدام أنا بستلم محطة بخدها على سدري وبنزل بها كده وبحجز عليها يعني واستنى الناس اللي جاية طول الناس اللي جاية متأخر أصلا هر عبر 1 على 4 يوم 2 دولة وقفين على الخط محارب هنا وميدو جابر وقف هنا وليس سليمان اللازق في مروان ففي مساحة جديرة قدام السلية وعشور فضية جدا كانت باينة يستلموا والضغط بتاعنا كانواحش جدا يعني ما نستحقش متعارف فيه لقطة فيه لقطة في المباراة جت تقريبا إسلام محارب كمل في شط التاني الكرة لسه في اللعب وهو سابق كرة وجير فعس برينت على مكانه كأن واحد بيقول له انت بص ملكش دعوة لك تقفل حتة دي وانت تقفل حتة دي نص الملعب لو عندنا القطاط في واحدة في واحدة مرمي يسور باصل إسلام بين الاثنين في العم اللي كان رائع الجول قلنا فين الروح القتالية اللي أنا روح حط ألمسها بس ألمسها أواش بك رجلي في المدافع كان ممكن يخد منها حاجة رائعنا بس دفيرة كلها يعني مش عايزة مش عايزة مش عايزة أخاص على فلان وفلان وفينا النهاردة مش فيهمها خالص حمد ده وصامة قال نقطة مهمة جدا جدا إعادة التقييم في فعلا لعيبة موجودة ومقيدة في الناد الأهلي ما بتلعبش ولما بتيجي تلعب بتبقى وحشة مش عالمستوى في ناس تتصاب تقعد فترة بس لازم أقول دي مشكلة الجهاز واللعب تمام مش اللعب بس تمام أنا بكلم على بعض اللعيبة بقى لهم فترة كده أكتر من سنة يعني سنتين وثلاث اه بالزبط وفي بعض اللعيبة إصابات متكررة يعني في ومحسوبين في القايمة فانت لما بتيجي تلاقي بقى لما بيغيب عنصر أو اثنين أو ثلاثة من فعلا قوام الفرقة الفرقة بتقعد دلوقتي زل إحنا شايفين طيب برضو يعني فتطفقوا معنا التحكم كان لحد كبير جدا كويس كويس يعني لا لا تؤثر على سن موراء يعني حكم جيد إنتم عندكش حاجة حمادة عملتها عشان نقدر نتكلم فيها كمان وإنت سهلت الموراء للحكم اه معندكش حاجة يعني انت محطتش الحكم في اختبار خالص اه صحيح بعدين كمان في حاجات تانية يعني تباني الحكم ده أخبار اوه يعني لما كان بيقع طه يا سين الخنيسي أو حتى ساعد الكير أو اي حاجة بيخلي اللعي خلا بس يعني ما بخليش اللعي بيقف يعني فاهم الطريقة بتاع الشمال الفريقية في القصص دي حتى الناس كان يبقى بتقوم على طول بتقوم على طول صحيح طيب كمتر حمادة في حاجة تقولها بالكتام نا بقى بقولها مبروك للتراجي ومحظة أسعى من النادي الأهل لفترة جاية إن شاء الله ويبقى فيه عادة تقييم زي ما قلنا وخلاص بطولات بتيجي النادي الأهل سحب بطولات كتيرة جدا وبطولة وقصرناها عندنا بطولات تانية كتيرة ودخلنا على طولة الشهر فبالتوفي إن شاء الله ونقدر نرجع تانية بشكل أحسن إن شاء الله كانت حشيش طبعا أنا مش فخة بس على جمهور النادي الأهلي كان أمنياته كبيرة في المباراة النهاردة يعني بقول لهم مزعلوش الجايات إن شاء الله يعني برضو النادي الأهلي مخرجش من الأدوار الأولى النادي الأهلي برضو وصل لفاينال أفريقيا إن شاء الله بإذن الله البطولة السنادي الأفريقية قريبة قوي هندخل وحنندمج فيها إن شاء الله بإذن الله الفرقة يعني تتضبط وعند تقييم الندي ده ستة شهر على طول يعني ستة شهر الجاي وعند نتديه في خمسة خمسة عندنا بطولة بطولة عربية إن شاء الله نركز فيها برضو مع بطولة الدوري والكاس ويعني الكرة مش هتنتهى عند هذا للحد يعني يعني بنقول ليلة حزينة الجمهور الأهلي متزعلوش وإن شاء الله يعني متعودين إن جمهور الأهلي دائما بتوقف جنب الفرقة وجنب الناديها وقت الشدة أكثر وقت الفرح فإن شاء الله يعني بطولة فرقة ناد الأهلي لسه عنده سندي لسه كم من بطولات بطولة عربية وأفريقية تانية وفي بطولة الدوري وكاس والسوبر مصري فإن شاء الله نحتاجين بسندتك خلال فترة جاية وإن شاء الله النادي الأهلي يتوج عن البطولات تانية إن شاء الله طيب برضو يعني زي ما بنقول مش أغنية بتترددو خلاص إحنا بقولونه على الحلوة والمرة معاه يعني الجمهور النادي الأهلي على الحلوة keturo والماية ، بال المرة بعد الحلوة فمباراة وانتهت وانهائي وخسرناه يمكن اللي نزعلنا واللي قللنا كلنا هي أن أنت ما شدتش الأهلي بروح الأهلي في المباراة الحاسمة أو الفاصلة أو النهائية تحديدا دي أكتر حاجة ألمانية على المستوى الشخص على العموم فيه برضو حاجة أخيرة سيد برضو من نساش يعني عايزين برضو نشوف رد الاتحاد الأفريقي على اللي حصل لشام النهاردة مع برضو سلوك الجماهير في الدخان اللي كان مال الملعب برضو أثناء المطش بالزبط من نص الشوط الأولاني فدي برضو عايزين نشوف العقوبات اللي كانت سريعة على النادي الأهلي دي عايزين نشوفها برضو من الاتحاد الأفريقي شكرا كابتن حمادة شكرا كابتن حشيش شكرا أسامة هنطلع فاصل ونستقبل كابتن أحمد عودة وكابتن أيمن دي جيش وهتقييم لحكم المباراة جيسيمبا اللي في رأيي كان إلى حد كبير جدا جدا تحت صفارة تحكمية عادلة إلى حد كبير جدا لكن هنشوفهم في رأيهم ايه في متخصصين في التحكيم بادة فاصل لغانشوف